بين هذا اللقاء وذاك التصريح وضمن زحمة اللقاءات وصخب الأضواء هناك ثم تتحرك من نوع آخر ربما يعد المحور الرئيس للزيارة ولخص لوحده أهم أهدافها حيث نقوم حاليا بإجراء محادثات مع المؤسسات القانونية العالمية المخصصة بتعقب الفاسدين والتحقيق في صفقات الفساد وسنعمل على تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بأموال الدولة أو أموال الآخرين داخل عراق ما يمكن أن يفسر حول هذا التصريح هو أنه مدخل جديد لاسترجاع عشرات المليارات من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج منها تحول إلى مشاريع صناعية بهويات مختلفة ومنها بقيت أوراق مالية في غرف مظلمة ضمن مصارف مغمورة بحسابات سرية ماذا تعني إذن الشركات الدولية لتعقب الفاسدين؟ هي منظومات تركز على متابعة عقود صفقات السلاح والبنى التحتية وعقود النفط والتكرير والتنقيب والنقل والتوزيع فضلاً عن التوكيلات التجارية التي وقعتها الحكومات مع شركات غامضة وأخرى ركيكة ومن ثم الكشف الميداني على الواقع وأخرى متابعة أسماء من تورط بتلك المشاريع وصولاً إلى مصير الأموال مثال على تلك المؤسسات ذات الإختصاص الفريد هو المعهد الأمريكي للوقاية من الفساد الذي يقدم لأعضائه شهادة مهنية تسمى مدير مؤهل للوقاية من الفساد يستند بعمله على التالي أدوات قياس موضوعية لمعرفة مدى تعرض المؤسسة الحكومية لأعمال الفساد أو احتيال متابعة استقصائية عبر فرق ميدانية ترتحل بين الدول لمعرفة مصير الأموال المسروقة وتحديد موقع الفاسدين تقدم الرأي الاستشاري بكل ما له صلة بجهود الوقاية من الفساد وتعزيز النزاحة ترفع تلك الشركات شعارا مفاده أن الاعتقاد بعدم جدوى مكافحة الفساد هو ترف يجب تجنبه ولا تغلغ للفساد ولا لعب قريته بعد اليوم